أهلاً وسهلاً بحضراتكم كانت معنا الأمة الفاضلة ستة أمه سامح وابنها 37 سنة وهو في الإدمان من 20 سنة وحاوله معاه ولكن بيرجع للطريق مرة تانية فالناس بيقولولها الدعاء ما فيش غير الدعاء الدعاء احنا بنلتمسه كسبب من الأسباب ولكن لابد من اجتمال الأسباب ستة أمه سامح لابد من العلاج في الجهات المعتمدة والدولة على فكرة بتدعم ذلك بس احنا ما بنسألش فما بنعرفش لازم نسأل ونعرف ولو فيه أرقام خاصة بكده كل حاجة بقت الداتا أو المعلومات بقت سهلة من زي قبل كده فنقدر ان احنا نعرف ونتصل ونشوف ايه الخدمات اللي بتقدم وتبقى مدعومة عشان لقوا حضرتك ما تقدريش على العلاج الخاص فحيبقى العلاج اللي بتقدمه الحكومة وان حضرتك تحاوله معاه سواء بقى برضاه سواء بالغصب ناخده سواء بأي اسلوب نحتال بانه يدخل المكان المخصص وياخد وقته الكامل في العلاج لابد من اتمام العلاج كامل والبعد عن أصدقاء السوق حتى لو تطلب ده ان احنا فترة مؤقتة ننتقل من المكان بعد ما يتم علاجه العلاج مش علاج بأدوية وانهاء السموم دي في الجسم بس لا في بيتباعه علاج نفسي طويل جدا لانه بيحصل أثر نفسي واضح بسبب الإدمان فلازم فيه رحلة مع العلاج النفسي كل ده انا لازم اخد بالأسباب دي كلها لو انكم تتوكلون على الله حق توكله إلى نهاية الحديث فنريد ان نتوكل على الله حق التوكل بان احنا نستعمل كل الأسباب المتاحة بالنسبة لنا مع الدعاء قبل واثناء وبعد واليقين وحصن الظن في الله تعالى انه مفيش كاشف للكرب غيره جل جلال الله وادعو الله ان ربنا يسر لي ويفتح لي أبواب التوفيق ان انا اخد بأيديه ده خلاص زي ما بنقول رجليه غرزي عايز اللي يعينه خلاص وماش مسيطر على نفسه لازم ناخد بأيديه ولازم تتضفروا على ده ونشوفه نبحث وندور وان شاء الله اسأل الله رب العرش العظيم ان يشفيه من هذا البلاء الذي هو فيه واش سادة المشاهدين يدعو للست امه سامح بان ربنا يعينها ويعين زوجها الكريم على انه هذا الابن يعرفه ينتشلوه من براثن الادمان نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق ويه الامور دي عايزة عزيمة وعايزة صبر وابتلاء مش سهل لكن ربنا سبحانه وتعالى هو علمنا بانه الله اكبر اكبر من اي شيء احنا نشوفه يوقفنا او يمنعنا فنستعن بالله ولا نعجز وناخد كل الاسباب المتاحة ونقرأ ونسأل ونشوف الناس اللي بتقدم الخدمات دي واللي بتعين بس احنا بتنقصنا ايه المعلومة وبرضو من الجهة الاخرى ارجو من كل الهيئات والمؤسسات بالذات الحاجات التابعة للدولة انها تعلن عن نفسها اكتر تنشر الارقام للتواصل معاها لاستنقاض الشباب من موضوع الادمان نسأل الله السلام السيد ام احمد بتقول على جروب مسامينه لقضاء الحوائج هو خاص بقضاء حوائج الناس الساعات بتقول انه مثلا بيلموا فلوس عشان انسان هيقوم بعمل اشعة او ما شابه دالك وبعدين بيحصل انه تتأجل الاشعة يتأجل العلاج فبيظهرها حد تاني هل تاخد الفلوس تديها للحد التاني لا لابد من استئدان من قام بالتبرع لان حضرتك يا فندم وكيلة عن الباقي ده او وكيلة عن الفلوس وكيلة عنهم في التصرف فيكون ذلك على مقصد اصحاب المال والتغيير ده يكون بعد اذنهم والله حصل ان فلان ده تأخر مسألة او تم تأجيل الدواء العلاج بتاعه الكشف الاشعة فانا اغيره للمكان الفلاني تأذنون فانا بأكده الامور مشى فيها انا بالانضباط الذي يجب ان تكون وكيلة عن الفلوس